بسم الله الرحمن الرحيم نكمل المحاضرة مع الانتينيو بلاستيك ايجنت وصلنا للدراجات و راح تشافوها جدا سهلة المحاضرة يعني الباقي كلها يعني سهلة للابدا ما بايشي صعب فاول شي الالكايلاتينج ايجنت من اسمها الكايلاتينج بذن شنو راح تضيف الكايلوغروب تضيف الكايلوغروب على دي اناي مال الخليلة يعني ها ساني عندي هاي الكنسر سل هاي النيوكلياس مالتها ويصير بيها دي اناي ريبليكيشن سريع دي اناي دي اناي هواية اوكي فراح تجي الالكايلاتينج ايجنت او حتى لو خلية ثانية مو بمرحلة الريبليكيشن يعني هي بسعدها دي اناي ومستقرة همي ان راح تدخل الالكايلاتينج ايجنت وتخليلي هنانا يعني مركبات راح تضيفها سرح نشوفها بحيث تخربلي دي اناي فمن ضافة شغلة على دي اناي لو يعني تكون شغلة كلش شبيرة لدرجة انه يصير ابوتوسيز بالخلية او مجرد انه بعد مرح يعني الدي اناي بعد مرح يقدر يدخل بالانزيمات ويصير للريبليكيشن وسينثيسيز وهالاشياء اوكي وكذلك هي مو بس تضيف اشياء على دي اناي ممكن تضيف على البروتينات من الخلية وكذلك على الاران اي بس هذولي اللي علي البروتينات وعلى الاران اي مراح يقدو لي شغلة كلش يعني اناي استفاد منها وهي انه يصير سلدث اناي يعني اتمنى انه تبقى بس اضيف على الدي اناي اوكي فهسا خليشوف شون يعني الكيلاتينج ايجنت يقول لي هي احنا منش نحشي على اي دراج ما بالعادة ما نريده يسوي لي كوويلنت بوند نريد يسوي ايونيك بوند او فاندرول بوند بحيث انه نريد من الادوية انه تتفكك على مود شسمة على مود لا تبقى بالجسم نريدها تسوي عملها وتطلع بينما بالانتي كانسر لا احنا نريد كوويلنت بوند على مود تبقى بالكانسر صلى حد ما تموتها اوكي فمن انه من يصير عندي الريفيرزبل بوند بالانتي نيو بلاستيك ايجنت هذا فشي اعتبر ايجابي اوكي فاني رح تسوي لي كوويلنت بوند ويش نووية الامبورتينج موليكيولز كل الكيرياتينج ايجنت هذول هما الكيرياتينج ايجنت هذول التقسيمات مالتهم نيتروجين موستارد اوغانو بلاتينيوم والنايترو يورياز هذول كلهم شنو ما هذول اباعوا كلهم بالنهاية راح يصير لدراج هذا عليه بوزيتف شارج دي اناي دين اي هم في نيتروجين وعنده لوند بير مال الدي اي هذول يعني النايتروجين ولوند بير هذا شنو اسمي هو عنده هو عنده اشارة سالبة اذا اسم راح شوف هو مو عنده اشارة سالبة اذا راح ما راح يهجم على الموجب فهو نيوكليو فايل اوكي يعني هو يميل انه يروح الاشارة السالبة ما تتهجم على أي شيء موجب فبالتالي أنا راح أسوي الدراج فإشارة موجبة قوية بحيث النايتروجين الموجود بالأدينين أو بالقوانين أو بأي جزء من الـ DNA راح يروح ويرتبط بالدراج والدراج الشرح يصدو ليه بحيث يبقى لازق بالـ DNA ما يتركه بعد إذن منه النوكليوفايل اللي هو الجزء اللي موجود بالـ DNA تمام؟ والدراج دائما راح نحاول نخلي به إشارة موجبة خيري نرجح نعرف هذا فإيه اللي موجودة وين موجودة بالـ DNA especially position 7 بالقوانين يعني هو راح يكون شنو ما electrophile هوافر أنه ممكن يصير عندي الكلية بالبروتين و بالـ RNA كذلك مثل ما قلنا عن طريق من اللي يسوي من داخل الخلية اللي هو P53 activation أو disruption of the template function of DNA زيان الكنسر سيل ممكن الكنسر سيل يكون مثل ما قلنا البروتين 53 هذا يكون disfunctional فبالتالي الخلية ما تقدر يعني ما تقدر يصير عليها أبوتوسيز بس هنش راح يستفاد راح يستفاد انه ما راح يصير عندي يعني يعني الـ DNA زيان الكنسر سيل مي بيكم رزيستن طبعا الكنسر سيل ممكن تقاوم بعدين تأثير الـ There are several potential nucleophilic sites على الـ DNA which are susceptible to nucleophilic attack by alkylating agent يعني أنا ممكن عندي هناك كتبتهم يعني الـ نيتروجين مثلا رقم 2 و 3 و 7 الموجودة بالـ الـ بالأدينين عندي همينة كذلك 1 و 3 و 7 وهكذا لاني عندي هواي مواقع على الـ DNA ممكن الـ الـ راح تسويلهم يعني يسوون attack لأنه رائما نقول اللي يسوي attack هو اللي عنده إشارة سالبة فالنيوكليوفايل هو راح يسوي attack على الدراج و راح يسوي covalent bond عبد المتعال من شرح الكيموثورابي بالفارما قال انه تخيلوه جزو و عنده إيدينات اثنين هذول الإيدينات راح تلزم اللي تكون للـ DNA فمثلا نشوف هزاني عندي هذول 2 strands مال DNA هنا عندي قوانين قوانين يعني القوانين يقابل سايتوسين امو هذا الدراج هذا الـ بلاتينيوم وهنا NH3 NH3 هذا الدراج شوفوك انه عنده اثنين ايدي لزمة القوانين و هاي بعد ما تفتح منه خلاص covalent bond هاي القوانينات اللي لزمتهم واثنين على نفس strand فاسمه intra strand covalent bond intra strand يعني على نفس الخيوط مال DNA هذا بينما شوفوه هنا مثلا لزم قوانين وقوانين بس على خيطين مختلفات فاسمه inter strand يعني بين الخيوط المختلفة بينما intra يعني نداخل نفس الخيط الواحد و هذول الرموز يعني هنا قوانين وقوانين هنا مثلا لزم بأدنين وقوانين هنا ممكن قوانين وبعدين مثلا هنا أدنين وهنا ثيامين و هو هو ربط قوانين بقوانين هي شي زين هسن نجي لأول مجموعة دراجات اللي هما اسمهم نيتروجين موسترد هذولا classified as الkylating agent يعني بهذه الطريقة رح تربط لي بشغلتها وcarbon based الkylating agent يعني positive charge رح نشوف هسه رح تصير على الكاربون سيتوتوكسيك كيموثرابي دراج طبعا هي رح تكون يعني كيموثرابي تستخدم علاج كيمياوي وتكون سيتوتوكسيك سامل الخلايا ونان specific DNA alkylating agent يعني شنوه يعني شوفوا هسان عندي دراج اللي هما parent دراج مار هاي مجموعة اسمه المكلور إيثامين هذا المكلور إيثامين هذا شنوه هذا كل شري اكتف لدرجة انه مثلا اذا انطيت الدو اذا انطيت الادراج هاي جسم فهو راح يروح يسوي الكوفيلنت بوند كل الخلايا أو يشكوا إشارة سالم يمر من يمه فبالتالي المكلور إيثامين هذا ينطوب فقط انجيكشن داخل التيومور فبالتالي هو اسمه DNA alkylating agent يعني راح يسوي الkylation لكل الDNA يعني مثلا اذا تخيل انطيت IV راح يسوي الkylation مثلا للإندوثيلي والبلد والكل فبالتالي هذا ينطوب بس انه direct injection للتيومور يعني يصير يدخلون الkylating ويسوون injection داخله مع هذا يقول ممكن يصير extravasation يعني مثلا يعني راح يصير انه هذا الدراك راح ينتشر للسوائل الموجودة خارج الفيسلز زين فلازم ننطي ويا لازم ننطي أنتيدوت الانتيدوت شنه اسمه sodium ثيوسولفيت صوديوم وثيوسولفيت اللي هو هذا group S2O3 زين الصوديوم ثيوسولفيت هذا عبارة عن شنه وهذا عبارة عن مركب راح يوفر لإشارات سالبة كل جزء يعني كل جزء من المركب بيها two negative charges بحيث بحيث الدراك هذا اللي هو موجب زين هذا موليدراك مالتي عند positive charge ما راح يروح يهجم على النucleophile macromolecules اللي موجودة داخل خلايانه لا راح يروح ويهجم على هذا antidote بحيث كأنه خلصت الجسم من extra position اللي صار من الميكلور الميكلوريثامين بهذه الطريقة زين هسا خلي نشوف الميكلوريثامين وشلون يشتغل كل شي شوفوا هذا هو هذا هو أخذي رسمه هو عبارة عن اه لا أمسح امسح هاي نيتروجين اوكي مرتبطة ميثان إثان نين كلور بعدين كلور يعني كربون تين بعدين كلور وهنا نين كربون أول ثانية وكلور اوكي زين والارتباطات الثانية وهي هايدروجين وهنا R الـ هايدروجين عبارة عن CH3 يعني كل ما تشوفوا يعتبروه CH3 اللي هو الميكلور إثامين هذا الدرك يجي شكله نيتروجين كربون كلور وكربون كلور المركب احنا قلنا Highly reactive كلش فعال فعلى مود يعني والليحنا نعرف انه reactivity عكس stability يعني من يكون المركب كلش فعاليته عالية يعني ما رح يكون stable فعني على مود أخلي stable سووه على شكل salt هاي اللي هو زين هي المسويات للاستقرار شوفوا هسا من اللي هو موجودة هاي أنا عندي إشارة موجبة فبالتالي النيتروجين مستقر بس الكلام كلها رح يصير واضح بس نتظم بعدين يعني من يكون الوسط base يعني رح اكون شنو خلصت من salt فراح تبين الالكترون لومبير مال النيتروجين يعني راح تلإشارة الموجبة زين هذا الشكل المركب اللي يكون أكثر يعني أكثر فعالية ممكنة هنا نضفنا هايدروكلورايد على مود نحافظ على استيبل اتمالته هاي هايدروكلورايد هنا منصار ما يكون هايدروكلورايد النيتروجين بالحالة طبيعية وعنده ثلاثة بوند وعنده لومبير زين شنو اللي راح يصير شوفوا الكلور هاية نحن نعرف انه الهالوجينات هي مجموعات ساحبة للألكترونات فهاي الكربون راح باتجاه الكلور زين النيتروجين هنا عند لومبير يعني هو سالب كلش سالب كلش سالب فراح يروح يهجم على هاي الكربون زين على مود يعني يعادل شو حمته زين والكلور اهمينا من غير انه هي الكترون وفدرون كروب هي مجموعة مغادرة جيدة تقدر تطلع بسهولة فهي هذا اللي راح يصير النيتروجين راح تهجم على هاي الكربون والكلور راح تطلع يعني شو راح يصير عندي راح يصير عندي نيتروجين متصلة بكربون ومتصلة بكربون ثانية فهذا بالضبط يصير يصير عندي مثلث الكلور هاي طلعت والنيتروجين تصلت بهاي الكلور وبالكلور الثانية وصار عليها شحنة موجبة ليش لانه ارتبطت الريدينيوم ايون هو الريدينيوم يعني form of the drug او ممكن يسموه الريدينيوم رنج انه عندها الحلقة على شكل مثلث هاي تكون هاي لليش لانه الالكترون تكون كلش قليلة فبالتالي راح يصير عندي تيشيو اللي هو المكان اللي بي كانسر او اي مكان في الجسم هو حتى لو مكانسر لانه هو نانسيليكتف وبي نيكليوفايل نيكليوفايل اللي هو شنوه اللي هو جزء مثلا اللي نفرض الديان اي او او بروتين بنيتروجين والنيتروجين اصلا عنده شنوه عنده لون بير لانه نيتروجين يكون مالة مرتبة ثلاث ارتباطات هنا لش نيتروجين عليها مرتبة اربعة ارتباطات المهم فرح يجي نيكليوفايل هاي ورح يجي على الشحنة الموجبة فاش رح يصير رح يرجع مرة ثانية يعني رح يصير نيكليوفايل بدل الكلور فهم رح يرجع المركب مثل المكان هنا بس بدل الكلور رح يصير نيكليوفايل زين زين هنا اكو شغلة بهاي الخطوة احنا ممكن قلنا انه نيتروجين عنده صار لون بير هاي الار وهاي كلش تزيد الرياكتيفتي الفعالية مال هذا المركب الار هاي عبارة عن CH3 والمثيل صورة عامة هي مجموعة اصلا تتبرع بالالكترونات فرح تزيد السالبية مال نيتروجين بالتالي كلش سريع رح يتكون عندي هذا الايون اللي هو الازريدينيوم ايون لانه النايتروجين كلش سالب فبسرعة رح يهجم على هاي الكربونة اللي هي عدها يعني شحنة جزئية موجبة فبعدين صار موجب وبعدين نجي 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 وبعدين رجعنا مثل خطوة الكلور وهنا عندي نجي هس مرة ثانية النايتروجين رجع اللومبير وهنا عندي الشحنة جزئية موجبة شوش رح يسوي نجي هجم عليها ورح ارتبطت بثنين نيكليو فهو اسمه داي الكيلي ايجنت اوكي نعيد بسرعة نيتروجين عنده كلور ثنين وعند هاي هاي ثري وعند هذا الاسد اللي مو اسد يعني هو السولت اوكي فمن خلصت من السولت رجع للنايتروجين اللومبير مالته فهذا صار راكتف النايتروجين عنده شحنة سالبة عنده الكترونات فراح يهجم على الكاربون لانه اللي هي موجبة لانه الكلور ساحبة الكترونات من يهجم علي راح يتكون انه هذا المركب اللي هو الاسردين يكون كلش الالكترونات مالته قليلة بحيث اي اي اتم نيتروجين عندها الكترونات راح تهجم علي عن موضة تعادل وغيام تعادل فهي راح يرتبط بالنيوكليوفايل اللي هو بهالحالة مثلا الدي انا او البروتين او الاران اي نيتروجينات مالتهم ويسوي لكو فيلينت بونت فبالتالي راح يكون خرر بالدي انا ونفس العملية تتكرر هنا فرح يرتبط بالنيوكليوفايل ثاني احنا قلنا انه ثيوسيلفايل انطياز انتيدوت شون راح يشتغل ثيوسيلفايل هو عبارة عن ثنين صوديوم وسيلفايل اللي هو SS 2S و 3 اوكسجين مثلا قلت لكم عندي اشارتين سالبة فعلى مود هناك كربونا موجبة وهناك كربونا موجبة نفس الشي راح تهجم النايتروجين هنا يطلع عندي الازردينيوم ايون وراه يهجم على هذا المركب ويعني شسمه يرتبط بدل الكلور بس هناك مختصر الخطوة مع الزردينيوم ايون وبعدين مرة ثانية يرتبط بالجسم بالجهة ثانية وهنا موضحة انه عندي الزردينيوم ايون يرتبط بهذا وبعدين هنا اكو كلور فمرة ثانية يعني ورا ما يرتبط بهذا راح يجم مرة ثانية النايتروجين يجم على الكربون ويتكون الايون وبالتالي راح يكون الدراج مالتي شبكته فالشي يصير الاكسكريشن باليورين تمام فبالتالي يعني هذا ينطو بحيث ما يخلي النايتروجين هاية او يعني الشي اسمه الدراج مالتي ما يخلي يرتبط بالدين اي مثلا مع الخلايا السليمة من يصير الاكسترافازيشن اوكي زين فهسا يعني هاي مو حالة لأنه الادراج هاي القد راكتب فقالوا احنا شنو خلي شوية نقلل الرياكتفتي مالتي زين قالوا وشلون نقلل الرياكتفتي لازم نخلي هاي النايتروجين مو كلش بسرعة تهجب على الكربون هاي بحيث يتكون عندي الازردينيوم ايو كلش سريع فقالوا خلي شنسوي هاي الار مو قلت لكم هي من فما تكون كلش عنيفة وسريعة بالهجوم على هاي الكربون اوكي فشنو استبدلو استبدلو مثل القروب بفينيل يعني شاسمه بنزين بنزين رنك اوكي فشوفوا صار عمنا دراجة ثانيات واحد اسمه الكلور والثاني اسمه الميلا فلان زين شوفوا هم طبعا همين بعدهم نسيلكتف نسيلكتف بس نانا يحجي عن الميكلوري ثامين يقول لي هو نسيلكتف وهال يرياكتف فبالطالي ممكن نقلل نيوكليوفيليسيتي لانه نيوكليوفيليسيتي قبل لا تهجم على الكاربون فننقلل نيوكليوفيليسيتي يعني نقلل نقلل رغبتها بالاشارة الموجبة بشلون عن طريق نقلل سالبيتها فبالطالي راح نبط الأزريدينيوم كتيون فبالطالي راح نبدل الميكلوريسيتي راح نسوي لها بفينيل رينج الميل فالان شنو عنده شوفوا هذا هذا حلو أحبه الميل فالان هذا هذا هو نفسه نيتروجين وعنده 2 كاربون وكلور وعنده 2 كاربون وكلور هنا بدل الميكلوريسيتي صار عنده فينيل الانين اللي هو نفس الامينو أسد كاربون بها أمينو بها كاربوكسيل جروب وبها فن الرنج يعني مثل فن الرنج فهذا لم يصر يشبه الامينو أسد اللي هو الانين فبالتالي راح يزيد الابتك مال يعني الخلية بالعادة عدها كارير يدخل الامينو أسد اللي هو منضمنا فن الانين فهذا الادراج راح يقدر يدخل عن طريق الكارير هذا داخل الخلية لأنه يشبه وكلور أمين نايتروجين نفس هذا الجزء نفس ما هو وبس مثل ما قلنا استبدلنا المثل بفينل وعند عندي ثلاثة كاربون وبعدين كاربوكسيل جروب وهذا المكلور مئي ثامين وبعدين الكلور أمبوسيل وبعدين الميل فنان فهذا عندي نايتروجين مانسترد احنا اول واحد حتشينا عليه وهو اكثر واحد من مئي ثامين بعدين راح نستبدل بالفينل فرح يطلع عن هذول الدراجين والفينل الألانين اللي هو يشبه من الميل فالان وهذول طبعا بمناسب هذول كان بقبن أورالي لأنه قللت نيكليوفاليسيتي مع النايتروجين خليل نشوف بالدنيا يعني من أكثر أندوية الأنتي كانسر وأكثر واحد بالالكالي الاجئة اللي هو الساكلي فوسفامايد والآيفوسفامايد طبعا يعني لو نحشي فارما شوية فأشهر سايد افكت اللي سويلي هيموريجيك سايتس يعني يضرب البلادر أوكي فهذا راح نشوف انه شنو راح ننطيع على موض نقل من هذا طبعا هو من ضمن النايتروجين موسترد همين عندهم هاي النايتروجين وهذا الكربون كلور كربون كلور زين بس هو شنو اسمه سايكلو فوسفامايد يعني اكو سايكلو اكو سايكل بالموضوع واكو فسفور واكو الامايد الامايد غروب اوكي فسايكلو فوسفامايد من يعني من اسمه ممكن نستنتج وهنا صارت على هاي النايتروجين بدل ما تكون على هاي فهذول هما هاي الالكترون وز درون هاي الگروب كلش راح تسحب الالكترونات باتجاه كلش لدرجة انه الدراج هذا ما راح يشتغل الحين ما يصير الاكتباشن بالليفر اوكي يعني انا بالبداية عندي الميكلور الثامين شان كلش يشتغل سريع بعدين ردنا نخفف الشغل شوية ضفنا لكترون الالكترون 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 فقمنا يعني نقدر نستخدم بمرونة اكثر نقدر ننطي أورالي بعدين لا اتجاهنا انه كلش نقلي لدرجة انه ما راح يتكون عندي ازردين يو ايان الحد ما يصير الالدراج اكتفاشن بالليفر وحسا راح نشوف شلون صغير اكتفاشن بالليفر قبلها مثل ما اقلت لكم انه هذا الدراج عنده بلدر توكسيسيتي اشهر وكذلك هنا بكتوب عنده كنيد توكسيسيتي همينا فش نحتاج ننطي نحنا نحتاج ننطي سلف هيدريل اللي هي يعني شلون راح ننطيها على شكل مركب اسمه مسنا اوكي يعني هذا كل حرف يدلني على شغلة بس يعني ما مذكور فراح نعرفه بالفارما اوكي انا هتا نسيت اوكي فهذا راح يحل محل المجاميع الموجودة بالكيدني واللي هذا الدراج راح يضربها فبالتالي راح يهجم على هذا الدراج ويطلعون سنينهم يصيرهم اكتفاشن زي نحسا خلنقول شلون الليفر راح يسوي لأكتفاشن يعني شكل الموضوع مواقع بس وكل شهل شوفوا انا عندي هذا سايكل فوسفامايد اللي وقلنا عندي سايكل وهذا النيتروجين موستار اللي حتين عليه وهنا عندي الفوسفامايد الموجودة وعن طريق انزيمات سيتو كروم 3 A4 و 2 B6 2 B6 زي بالعاد احنا نعرف الليفر من يكون عندي سايكل سايكل يعني شي يجي 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 سايكل فبس يضيف هيدروكسيل القروب هنا زي الزي الزي هدا مصار الكهول فالالكهول سيصير كل بريم وهي Aldehyde يعني هسا عندي هذا السايكل فوسفامايد مرض يعني ضاف الOH فصار شسم الكهول او انه ها اله هنا وهنا يصير كأنه Aldehyde اوكي زين هسا هاب الكهول اذا صار الالكهول Dehydrogenase يعني الكهول هدا رح يتحول كيتون وراح يصير مركب inactive زين ابل Aldehyde اذا صار Aldehyde Dehydrogenase رح يتحول الى Carboxylic Acid وهمنا inactive زين هسا احنا قلنا هنا Activation وين Activation انتظروا بعدما وصلنا مسار Activation هساني عندي هذا Cyclophosphamide صار الhydroxylation وبعدين تحول ال Aldehyde حسا ال Aldehyde مننا اذا اجعل هالمسار رح يصير Activation شن اللي رح يصير رح ينكسر المركب من هاي الرابطة اوكي ينكسر المركب من هاي الرابطة محايف شي يبقالي يبقالي نيتروجين ويا الكلورات مالتها ويبقالي P ويا 2 اوكسجين 1 2 3 ويا double bond O ويا ال H اوكي فهاي 1 2 3 هذور الثلاث كربونات وهي O وهي ال H والمركب ينكسر مننا وبقى عندي هذا الجزء ويا P وال O وال NH 2 هذا الدراج يعني هذا هو Active drug اسمه Phosphoramide Mustard Phosphoramide Mustard وهذا الجزء اسمه Acrolin هو هذا اللي يروح يسوي لي hemorrhagic cystitis hemorrhagic cystitis اللي هو التهاب المثاني اللي يصير عليه blood باليورن يعني نتيجة إليه يصير بلد باليورن وهذا اسمه hemorrhagic cystitis يعني كأنه البلدر النازفة المثاني النازفة هي شيء للترجمة الحرفية فهذا الأكرونين راح يسوي لي التاكل البلدر ولهذا احنا راح ننطي منسة المسنة لو منسة المسنة راح نطي المسنة على مود راح نشوف شلون يوقف لي هذا الأكرونين من أنه يهجم على البلدر راح يصير عندي هذا الدراج الاكتف الفيسفورامايد موستر الاكتف نفس الشيء بالضبط راح تجي النيتروجين تهجم هنا يطلع عني يطلع الايون الاكتف وبعدين يصير الكل مثل الحاجة بالبداية الديتوكسيفيكيشن بالمسنة أنا عندي هذا الدراج اللي هو الساكلافوسفامايد راح يصير الهايدروكسيليشن بالبداية واني مطي مأمسنة فش راح يصير هاي الهايدروكسي القروب راح تطلع ويجي بدالها هاي الس كاربون تين اس أو ثري يعني بدال الو أش اس كاربون تين اس أو ثري بس بدال ما يصير هنا كيتون اللي راح تتصل به الجروب هاي هس إذا المركب يصير اكتف اللي هو هذا الفورم وين هذا الفورم اللي قلنا عليه هو اكتف زين ومطي مستنا فهم راح يصير الهايدروكسيليشن شلون انه هاي نيتروجين يعني مو هنا عندي كلور وهنا كلور مفروض تهجب على نيوكليوفايل فهاي راح تصير بدال للنيوكليوفايل اس كاربون تين اس وثري زين هذا كله مو هذا القصد الاساسي لشان من لشان طيت انطيت على مو يسوي توكسيفيكيشن المن للأكرولين فهذا التفاعل الاساسي انه هذا الأكرولين ويلمسنا وين راح تتصل بهاي كاربون مو هنا عندي كاربون دبل بون كاربون نا كاربون نا كاربون فرح يتصل بالمسنا فهمين S كاربون تين SO ثري هذا المركب راح يصير الاساسي بدل اللي يسوي لي هيموريجيك سيستايتس اوكي فهذا الساكل فوسفامايد والآي فوسفامايد شوفوا هنا خليتهم جوة لانه مهمة بعدهم عندهم النايتروجين موسترد بس مالاتهم متشابه في جريت هذا الخط يعني ده حول اصنف الموضوع بطريقة صحيحة زين هس احنا قلنا حشينا عن هذول خلصناهم هس نجي على الورغانو بلاتينيوم هو يعني نفس الميكانيزم بالضبط الورغانو بلاتينيوم كامباون يعني شنو ما مه ارغانو يعني ارغانيك بلاتينيوم يعني البلاتين اللي هو PT زين هنو هما يدرقة تعدهم بلاتينيوم بالحياتة يعني ها اول مرة انيشوف الدرقة عنده بلاتين اي فهو همين عنده central rule بال cancer treatment وشنو الادvantاج مالتنه انه انا اقدر انطي اورالي مثل منو مثل الشي اسمه شون شنش اسمهم اللي هم الميكلور رئيثامين اللي سونا لهم عليهم تعديل راح هم بعدي هذول الميل فلان الميل فلان والكلور امبيوسيل احنا قلنا نظفنانهم electronic drunk group وانو could be administrative orally يعني هم هم كان بي كيفين orally بس هو يمكن تحديدا نذكر على الميل فلان بس هو الكلور amb بي همين بحث علي همين كيفين orally فأمهم organo platinio همين اقدر نضيهم orally مالهم كلش واضح انه بي platine زين parent مالتهم هو هذا cis platine هو عبارة عن platine بالنص وشاء تذكروا من نحش نقول cis و trans انه cis على نفس الجهة و trans على الجهات مختلفة اي فهو اسمه cis platine يعني platine ومن clore على نفس الجهة وبعدين يعني to amine group على نفس الجهة هذا اسمه cis platine زين الkarbo platine عنده هذا الشكل المعيني اوكي الاوكزالي platine عنده حلقة سداسية وعنده هذا هو O double bond O O double bond O وهي حلقة سداسية صار اسمه اوكزالي بلاتين زين صار الساتر platine حمينا كأنه cis platine هذا الجزء لاحظو ضبط كأنه cis platine وبي يعني صار الشكل المركب طويل مع انه هو بالنص نفس cis platine فصار يشبه ستارة ساترة ستارة بردة اوكي فهي هجي الستركتورات وسعنا عرفناهم هو حلقة سداسية اوكزالي بلاتين هذا شوية صار طويل وبالنص سي بلاتين ساترة بلاتين وسادة بلاتين العرفة والكاربو بشكل معيني المكان لا اسهل منها هاي الكلور راح تروح يجي بدالها مي H2O المي هاي good living group water is always good living group راح يطلع ويجي بدالها نيوكليوفال الموجود على الديان اي الكلور الثانية همينا راح تطلع ويجي بدالها مي والمي هذا همينا نيوكليوفال مال الديان فبالتالي البلاتين الكلورات راح تطلع ويجي بدالها نيوكليوفال يعني crosslinking اللي يصير crosslinking اللي هي هيتش يعني انه ارتبط ارتبط بtwo bases من الديان فهذا اسم crosslinking زين هزين 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 نجي لل nitroso yureas nitroso yureas اللي هو عبارة عن شنو يعني هو من اسم نيوكليوفال وعنده yurea group اليوريا اللي هي هاي C double bond O NH 2 بعدين اكو R وNH ونانا همين NH وبعدين اكو اشياء اوكي فهما عبارة عن ثلاثة دراجات الكارموستين واللوموستين والستريبتو زو سي شوف الكارموستين هو عنده الستركشرة الحجينا انه كاربون double bond ثلاثة NH وكلور ثلاثة مرة ثانية NH ونانا H مستبدلة وهمين R نيتروزو اللي هو هذا N double bond O اسمه نيتروزو yureas ونيتروزو يرياز وليعنده اثنين كلور شون اسمه كارموستين كلور ك اللوموستين واحدة من الكلورات استبدلت بحلقة سداسية يشتجبه ليمونة لومو لوموستين ليمونة وهمين من النصر نعرف نيتروزو يرياز وهذا streptozocee شون صار يربع strepto ستريبتو بشنا ذكرنا streptomycene اللي هو antibiotic وال strepto species من البكترية فشوف أصلا عليها جزء كأنه بكتيري كأنه هاي بكتيريا وعدها رجلين يعني كأنه كأنه كأن حي جزء مال نيتروزو يرياز فصار اسمه strepto سوسيم طبعا وين الجزء مال يوريا هزا تقولون هم هذا هذا c double bond o وبعدين أكون n وهاي n ثانية وهي نيتروزو جروب أوكي زين هزا شلون يصير اكتيفاشن بعو يعني اكتيفاشن عمينا سهل شنو اللي راح يصير انه مونا عندي بليوريا جروب هزا c double bond o n وال n ثانية مرتبطة نيتروزو ما لعلاقة هزا 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 من نيتروزو لا انا قاعد احتي على النايتروزين هاي اللي عدها hr هايدروجين راح تطلع اوكي من طرعت الهايدروجين شبقت بقت الكترون سالب فاش راح يصير راح تبقى هنان اشارة سالبة زين هنان هنان مركب صار unstable فاش راح تصير الاشارة السالبة هاي اللي هو الالكترون راح يجم على الكربون للغروب لانه هم ان هي اشارتها موجبة ليش موجبة لانه الاكسجين يسحب الالكترونات باتجاه الالكترون يعني الالكترون نيجيتفتي مالتا عالية فالالكربون راح تبقى موجبة وهاي عدها اشارة سالبة فرح تجم عليها فرح ينكسر المركب من هاي الرابطة هاي راح ينكسر المرطب ينكسر المركب هنانا فاش راح يصير راح يصير ان وان 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 وهنا هاي الو راح تاخد ثانية فان و او وهي الكربون بعدين الكلور فهذا الجزء هو هذا اوكي وراح يصير عندي جزء ثاني اللي هو نيتروجين وكربون هذا هذا الازو سيانيت اسمه هذا يعني راح يسوي للي اش لان هو راح يجي مع البروتينات وان بالعادة ما راح يجي مع البروتينات انا راح يجي على الديان اي اذا هذا يعني جانب مو جيد من اليدراج زيد الدي ازو هاي هذا الازو هاي شون راح يصير بيها ان مو عندي صور من H2O ما هي الماء الماء ما قلنا عليها غود ليفنیکو جروب و راح يظهر اول شيخ من الماء بعد عندي The Azohay همينageو جروب أموسimientos هي من cumungun راح يبقى 예쁜 وجو ماء والقه السبب فقط 2 هيدروجينات وهنا رابطها ثالثة وغود 4 هنا رابطها ثالثة في اشارة موجبة من صارت علي إشارة موجبة إذن هما شنوه كاربو كتيون إذن هسا يقدر يجيني نيكليوفايل يهجم عليه وصلنا للإشارة الموجبة اللي نريدها بالمركب يعني باعه هو المركب بشكل شبير وهيتي بس بالنهاية أنا أوصل كاربو كتيون زين يابب أتصل مننا نيكليوفايل و دي انا همينا شنو اللي راح يصير هاي الكلور همينا راح تطلع ويجيب مكانها دي انا و نيكليوفايل فصار عندي الكروس لينكينج يلا عادة سريعة الهايدروجين هاي منطلعت سوت كل المشاكل وبعنه هي مو مشاكل وهذا شي جيد لانه أنا ريد المركب يصير فعال وهو صار فعال بهذا المرحلة يعني بس بالنسبة للمركب يعني هو تفكك زين فالهايدروجين هاي منطلعت صارح عندي شارة سهلبة مول نيتروجين شارة سهلبة هجمت على هاي كربوني الكربون كسرت المركب من نانة طلع لي نيتروجين 2 وواتش وكربون 2 وكلور اللي هو الداي ازوهايدروكسايد هذا وطلع لي هذا الكاربون والنيتروجين والأوكسجين هذا يجميع البروتين سوالي أندزار بالأفكت هذا الـ OH هاي رح نضيف لها H ونخليها مي ونقول المي مع السلامة المي هو good living group الووتر is a good living group بعد عدي الديوزة هاي همين رح تطلع رح يبقاش انه عندي كاربوكاتيون ويا كاربون ويا كلور رح يهجم اول مرة على هاي الكاربوكاتيون ومرة ثانية على هاي فهم تطلع الكلور ويتها يوصلنا للكروسلنكينج الديتوكسيفيكيشن اللي هو نايتروزيورياز الريزيستنت يعني بتراح اي مادري هذا الشيء ممكن يجيلن حتى لام خليلي اسماء ولا شيء فيعني براييه هذا مو مهم وانما هواي اش راح يصار يعني انه هاي الناتروجينة ثانية رح تنطي الكترناتها ورح تصير حلقة وهاي الحلقة رح تنطيني بس الايزوسيانيت اللي راح يرتبط لي بالشسمة بالبروتين يعني هذا يكون مركب مفعال اللي هو الأوكسديازول رنك هاي ما تكون مركب فعال فبطال يعني ما راح يصير لك انه اكتبيشن يعني ما يتسحب من عندك لور راح يصير بي رزيستنت يعني الخلايا راح تصير تقاومة او ممكن يطلع من عنده انعو همينه راح يطلع لي مركب ان اكتف وهمينه شاسمه يعني كانو يصير بي رزيستنت لانه ما راح يشتغل الدراج زين يعني هاس هاني كل كل هذول الدراجات اللي هما الكايليتينج ايجنت راح يجمون على الخلية الكنسر سل وبغض النظر عن الفيز اللي هي بي يعني هي قاعد يصير لها ملتبلكيشن او بالس فيز او بجي وان جي زيرو اي فيز راح تهجم عليها فبالتالي اسميها يعني ما عادها فيز معين من دورة الخلية تهجم عليها تهجم على الدي اناي والبروتين والار اناي بكل الفيزات لانه هاسا بعدها مرح نجي نشرح الانتي ميتوبولايت راح نشوف لها انه عندهم يعني يعني فيز معين من السل سايكل راح يهجمون عليه فهيش نكون خلصنا هذا الجنسة وان شاء الله نكمل الباقي